أهلا أعزائي المشاهدين وصلني سؤال يقول السائل كيف تقولون أن المسيح هو الله المتجسد والقرآن يؤكد في سورة الجن أنه ليس له صاحبة هذا السؤال وصلنا عبر للسكايب على فكرة سؤال كتير كتير منيح أخوي العزيز أخوي المبارك في اليوم أكتر من 2.5 مليار مسيحة ولا مسيحة مجنون أو غير عاقل يقول أن الله له صاحبة استحالة يعني ما في مسيحة لما نتكلم عن ولادة يسوع المسيح السؤال هل الله يعجز أنه يأخذ جسد ويريد أن يخلص الإنسان من خلال كفارة من خلال ذبيحة اللي الناس كانت تفهم هذا الأسلوب في أيام المسيح وليس غريب عن الشرقيين يعني فكرة الفداء فالله ليس له صاحبة طبعا يعني في أشياء يمكن مذكورة في القرآن المسيحية لا تؤمن فيها مبرأة يعني كل البرأة أأنت قلت للناس اتخذوني وأم إلهين من دون إله فش أي مسيح يؤمن يؤمن في هذا الشيء فش حد مسيحي في هذا الوجود يؤمن أنه الله يتزوج يعني الفكر حاشة حاشة يعني استحالة أنه واحد يفكر هذا الفكر الجسداني الشرير أنه الله يكون إله صاحبة أو يتزوج لأعرف من أين هذه الأفكار يعني جاءت ولكن أؤكد لك يا عزيزي أنه الله يعني لما حب يخلص الإنسان اتخذ جسد وفيه تسلسل لكل الأحداث ونبوات في العهد القديم لو فيه تناقض اللي قلنا أنه فيه مشكلة لكن كون أنه تتم في شخص المسيح اللي برهن وأثبت نفسه للناس أنه صاحب دعوة وفيه مصداقية وفيه محاسبة أي إنسان ممكن يتطلع على الكتاب المقدس المسيح كان حازم مش متردد كان يشك في أمره وما قالش استنوا شوي علي تأجيب أسأل لا كان في الحال بيسير بين الناس ومعجزات تحدث من خلال قوة المسيح فإذا هذا السؤال بعيد كل البعد عن المسيحية فالمسيحية لا تؤمن إنه الله إله صاحبة فهذا ضرب من الجنون حاشة إنه الله يكون إله صاحب نحن نتكلم عن المسيح حبل به من الروح القدس وولد ولا ذعو عذروية وطبعا أنه بلا خطية وهذه المواصفات لم تكمل ولم تتم إلا في شخص يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر